سفارة عبادة ابن الصامة الأنصاري إلى المقوقس أرسل المقوقس إلى عمر بن العاص الرسالة التالية إنكم قد ولجتم في بلادنا وألححتم على قتالنا وطال مقامكم في أرضنا وإنما أنتم عصبة يسيرة وقد أضلتكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدة والسلاح فقد أحاط بكم هذا النيل وإنما أنتم أسارا في أيدينا فأرسلوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم فلعله أن يأتي الأمر فيما بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب وينقطع عنا وعندكم هذا القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم فلا ينفعنا الكلام ولا يقدر عليه ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لمطلبكم ورجائكم فابعثوا إلينا رجالا من أصحابكم نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به من شيء إذن الرسالة من المقوقس فيها نوع من التعالي يقول أنتم دخلتم أراضينا وقاتلتونا وأنتوا قليلين والروم الآن سيرسلون الإمدادات إلى مصر ليقضوا عليكم وأنتم ما تستطيعون الأرض ليست أرضكم وعددكم قليل والنيل يمنعكم عننا ولا تستطيعون أن تصلوا إلينا ونرى أن نتباحث سلميا معكم ونحل الأمر لما يرضينا ويرضيكم فلما أتت عمر بن العاص رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين فخاف المقوقس فقال الأصحابه أترون أنهم يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك في دينهم يعني خاف المقوقس وإنما أراد عمر بذلك أن يروا حال المسلمين فرد عليهم عمر مع رسولهم إنه ليس بيني وبينك إلا إحدى خصان ثلاث إما تدخل في الإسلام فتكونوا إخواننا وكان لكم ما لنا وإن أبيتم أعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون وإما جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين لما جاءت الرسل إلى المقوقس قال لهم كيف رأيتمهم قالوا رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة والتواضع أحب إليهم من الرفعة ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة وإنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبد وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد يغسلون أطرافهم بالماء ويتخشعون في صلاتهم شوفوا الوصف الرهيب للمسلمين فقال عند ذلك المقوقس والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لا أزالوها ولا يقوى على قتال هؤلاء أحد ولئن لم نغتنم سلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبون بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض وقووا على الخروج من موضعهم فأرد إليهم المقوقس رسله وقال ابعثوا إلينا رسلا منكم نعاملهم ونتداعى نحن وهم إلى ما عسى أن يكون فيه صلاح لنا ولكم فبعث عمر بن العاص رضي الله عنه عشرة نفر أحدهم عبادة بن الصامت وكان عبادة هذا رضي الله عنه طوله عشرة أشبار وكان إذا جلس على الفرس خطط رجله في الأرض وأمر عمر أن يكون هو المتكلم عن القوم وأن لا يجيبهم إلى شيء إلا إحدى الخصال الثلاث فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بذلك يقول عمر إن أمير المنين قد تقدم في ذلك إلي وأمرني أن لا أقبل شيئا سوى خصل من هذه الثلاث وكان عبادة رضي الله عنه أسود اللون ركب المسلمون السفن وساروا إلى المقوقس ودخلوا عليه فتقدم عبادة فهابه المقوقس وخاف منه بسبب سواده وقال نحو هذا الأسود عني وقدموا غيره يكلمني فقال المسلمون إن هذا الأسود هو أفضلنا رأيا وعلما وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا وإنا نرجع جميعا إلى قوله ورأيه وقد أمره الأمير دوننا بما أمره به وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله فقال المقوقس للوفد وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما أن ينبغي أن يكون دونكم فقالوا كلا إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا وليس ينكر السواد فينا كثير عن نسود فقال المقوقس لعبادة تقدم يا أسود وكلمني برفق فإني أهاب سوادك وإن اشتد علي كلامك ازددت هيبة فتقدم إليه عبادة فقال قد سمعت مقالتك وإن في من خلفت من أصحابي ألف رجل أسود كلهم مثلي وأشد سوادا مني وأفضل منظرا ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني الحرب النفسية على المقوقس وأنا قد وليت وأدبر شبابي أنا ختيار شيبان هم لو تشوفهم كلهم شباب كلهم أشد سوادا مني وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب مئة رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك أصحابي وذلك إنما رغبتنا وبغيتنا الجهاد في سبيل الله واتباع رضوان الله وليس غزونا لعدونا عدونا ممن حارب الله لرغبة الدنيا ولا طلب الاستكتار منها إلا أن الله عز وجل قد أحلى ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا وما يباري أحدنا أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهما لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعه وشملة يلتحفها فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه انظر الرسالة التي يؤديها هذا الرجل العظيم عباد بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله تعالى واقتصر على هذا الذي بيده لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاؤها ليس برخاء وإنما النعيم والرخاء في الآخرة وبذلك أمرنا ربنا وأمرنا به نبينا وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا فيما يمسك جوعته ويستر عورته وتكون همته وشغله في رضى الله وجهاد عدوه هذا الكلام القوي المباشر الصريح من عبادة رضي الله عنه فلما سمع المقوقس ذلك قال لمن حوله هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط لقد هبت منظره وإن قوله لأهيب عندي من منظره إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها ثم أقبل المقوقس على العبادة فقال أيها الرجل قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك ولعمري ما بلغتم إلا بما ذكرت ولا ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم مما لا يحصى عدده يعني أريد أن يستخدم أسلوب الحرب النفسية يعني كلامك صح كذا بس لحيجيكم أعداد من الروم ما تقدروا لهم قوم معرفون بالنجدة والشدة ممن لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم وقد أقمتم بين أظهرنا أشهرا وأنتم في ضيق وشدة في معاشكم وحالكم ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلت ما بأيديكم ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين ونعطي أميركم مئة دينار ولخليفتكم ألف دينار فتقبضوها وتنصرفوا إلى بلادكم قمة الاستهتار والاستعلاء والتعاري فقال له عبادة رضي الله عنه بشدة وبعزة مسلم يقول له يا هذا لا تغرنك نفسك ولا أصحابك أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأننا لا نقوى عليهم فلا عمري ما هذا الذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه إن كان ما قلتم حقا فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم وأشد لحرصنا عليهم لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه وإن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته وما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك وإنا منكم حينئذ على إحدى الحسنيين إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا وإنها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا وإن الله تعالى قال لنا في كتابه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساءا أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أهله وولده وليس لأحد منا هم فيما خلفه فقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده وإنما همنا ما أمامنا وأما قولك إننا في ضيق وشدة في معاشنا وحالنا فنحن في أوسع السعة لو كانت الدنيا كلها لنا ما آردنا لأنفسنا منها أكثر مما نحن فيه فانظر الذي تريد فبينه لنا فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منكم ولا نجيبكم إليه إلا خصلة من الثلاث فاختر أيها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل بذلك أمرا للأمير وبها أمره أمير المؤمنين وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما إن أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته أمرنا الله أن نخاطل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه فقد إذا فعلتم ذلك فقد سعدتم في الدنيا والآخرة ورجعنا عن ختالكم ولن نستحل أذاكم ولا التعرض لكم وإن أبيتم إلا الجزية فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم في كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم ونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم يعني تعطينا الجزية وندافع عنكم عن أرضكم وأموالكم ودمائكم ونقوم بذلك عنكم إذا كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد الله علينا وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكم بالسيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم هذا ديننا الذين دينوا به الله تعالى ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره فانظروا لأنفسكم هذا الرد الإسلامي الصارم فقال المقوقس هذا مما لا يكون أبدا ما تريدون إلا أن تتخذون عبيدا ما كانت الدنيا فقال عبادة هو ذاك فاختر ما شئ فقال المقوقس أفلا تجيبوننا إلى خصلة غير هذه الخصال الثلاث فرفع عبادة يده وقال لا ورب السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء ما لكم عندنا خصل غيرها فاختاروا لأنفسكم فالتفت المقوقس عند ذلك إلى أصحابه قال قد فرغ القول مما ترون فقالوا أو يرضى أحد بهذا الذل الناس قلوله أما ما أرادون من دخولنا في دينهم فهذا لا يكون أبدا ولا نترك دين المسيح ابن مريم وندخل في دين لا نعرفه وإما ما أرادوا من أن يسبونا ويجعلونا عبيدا أبدا فالموت أيسر من ذلك نعتبروا الجزية العبودية وهذا خطأ لو رضوا منا أن تضعف لهم ما أعطيناهم مرارا كان أهوى علينا فقال المقوقس لعبادة قد أبى القوم فيما ترى فارجع إلى صاحبك على أن نعطيكم من في مرتكم هذه ما تمنيتم ومن تنصرفون فقام عبادة وأصحابه فقال المقوقس لمن حوله عند ذلك أطيعوني وأجيب القوم إلى خصلة واحدة من هذه الثلاث فوالله ما لكم بهم طاقة وإن لم تجيبوا إليها طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها كارهين فقالوا أي خصلة نجيبهم إليها فقال إذا أخبرتكم إما تدخلوا في غير دينكم فلا آمركم به وأما قتالهم فأنا أعلم أنكم لن تقدروا عليهم ولن تصبروا صبرهم ولا بد من الثالثة يعني استسلموا وادفعوا الجزية قالوا فنكونوا لهم عبيدا أبدا قال نعم تكونوا عبيدا مسلطين في بلادكم آمنين على أنفسكم وأموالكم وذراريكم خير من أن تموتوا عن آخركم وتكونوا عبيدا وتباعوا وتمزقوا في البلاد مستعبدين أبدا أنتم أهلكم وذراريكم قالوا فالموت أهوا علينا وأمروا بقطع الجسر من الفسطاط إلى الجزيرة وبالقصر من جمع القبط والروم كثير ونرى في هذا الحوار الذي دار بين عبادة الحوار الطويل والمقوقس نرى نباهة عبادة وإدراكه لمرامي خصمه فلم يتأثر بتلك الأساليب التي استخدمها للتأثير في نتائج المحادثات تلك كما ظهر عبادة واضحا في تصوراته وأهدافه ولم ينسى في خضم ذلك أن يدعوه إلى الإسلام ويرغب فيه ويظهر انفتاح المسلمين على غيره من الأمم والأديان مما ترك أثرا طيبا في نفس المقوقس الذي اختار الصلحة في الأخير مع المسلمين ترجمة نانسي قنقر